ابناء طلبة وطالبات في الصف الاول لادادي اهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهوى لمادة لالوم اهلا بكم في حلقة جديدة بنكمل كلامنا اللي بدأناه في الحلقة اللي فاتت اه ان شاء الله كلمنا المرة اللي فاتت على العناصر اللي تم اكتشافها واتفقنا ان تم اكتشاف حتى الان مية وطمانتاشر عنصر موجودين في اه القشرة الارضية منهم اتنين وتسعين عنصر طبيعي والباقي يحضر صنوعي تفقنا المرة اللي فاتت انه العناصر لما كترت وخوصوهم كترت بدأنا نفكر في عملية تصنيف للعناصر وتقسيم للعناصر اه اول عالم عمل تصنيف للعناصر وتقسيم للعناصر كان العالم بريزيليوس اسم العناصر الى ثلاث انواع فلزات ولا فلزات وغزات خملة حلقة اللي فاتت تناولنا فيها الفلزات وقلنا ان دي العناصر اللي بيتميل الى فقد الالكترونات المستوى الخارجي وده عشان يبقى المستوى الخارجي مكتمل بيبقى عندها في الاخر واحد او اتنين او تلاتة يعني اقل من اربع الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي الزرة بتميل الى فقده وبالتالي تتحول لأيون موكا خدنا خواص الفلزات وعكسها تماما في خواص اللا فيلزات يهمنا فيها نعرف ان المستوى الخارجي في اللا فلزات هو اللي بيحمل اكتر من اربعة واقل من تمانية يعني المستوى الاخير بيبقى فيه خمسة او ستة او سبع الكترونات هنا الظرة بتميل الى اكتساب الالكترونات لتكملة مستوى الطاقة الاخير فبالتالي تتحول لأيون سالب يبقى عندي فلزات وعندي لا فلزات النهاردة بنكمل في الحلقة بتاعتنا النوع التالت وهي الغازات الخاملة الغازات الخاملة هي الغازات عناصر هذه العناصر تمتاز بان مستوى الاخير مكتمل ايا كان المستوى ده بيكون مكتمل طيب على سبيل المثال لو قلنا مثلا غاز عنصر زي عنصر النيون النيون رمزه ن اي العدد الزري للنيون عشرة العدد الكتلي عشرين لما نيجي نعمل توزيع الكتروني لعنصر النيون هنوزعه اتنين مستوى الاول هياخد اتنين المستوى التاني هياخد تمانية اصبح هنا المستوى التاني فيه تمان الكترونات يعني متشبع يبقى اذا لا هيفقد ولا هيكتسف يبقى بالتالي لا هيصبح ايون موجب ولا هيصبح ايون سالب ده النيون ناخد مثال تاني الارجن غاز الارجن على الزري تمنتاشر والكتلي ستة وتلاتين لما جا وزع التمنتاشر هوزعه اتنين تمانية 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 اصبح برضو المستوى الاخير هنا يحمل تمان الكترونات اي متشبع اه تماما فاذا لا هيميل للفقد ولا هيميل الى الاكتساب تمام كده يبقى الغازات الخاملة اهم ميزة بتميز الغازات الخاملة ان المستوى التطاقة الاخير متشبع بيئة الالكترونات كله بيتشبع بكم بتمان الالكترونات باستثناء الهليوم غاز الهليوم اللي هو الغاز اللي عدد الزر اتنين والعدد الكتل بتاعه اربعة لما باجا وزعه بوزع مستوى التطاقة واحد بس بياخد اتنين الالكترون هتقول لي ده متشبع او طبعا متشبع لان المستوى الاول اللي هو ك اساسا بيتشبع باثنين الالكترون وهو دلوقتي في ايه في اتنين الالكترون يبقى اذا هو متشبع عندي يبقى دول اسمهم امثلة للغازات الخاملة اللي موجودة عندي يبقى الغازات الخاملة اللي هي التالت نوع من انواع الغازات اللي موجودة عندنا الايه اللي بيميزها ايه خصائصها نشوف مع بعض خصائص الغازات الخاملة زي ما شفنا الحلقة اللي فاتط خصائص الفلزات ولا فلزات نمرة واحد مستوى الطاقة الخارجي مكتمل بالإلكترونات ويحتوي على 8 إلكترونات ما عدى الهيليوم 않은 ويحمل 2 إلكترون نمرة اتنين لا تدخل في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية كل الغازات الخاملة ما بتخشش في التفاعلات الكيميائية طب وهنا السؤال على ليه لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي بتاعها المستوى الأخير مكتمل تلاتة لا تكون ايوم مجب او سالب في الحالات العادية لان هي لا هتفقد ولا هتكتسب لانه متشبع اربعة جزائتها تتكون من ظرة واحدة يعني كل جزيء في الغاز الخامل يحتوي على ظرة واحدة مفردة دي الغازات الخاملة اللي هو النوع التالت اللي قسمه بريزيليوس زي ما قلنا قسم الى فلزات ولا فلزات وغازات خامل طيب كيف ترتبط بقى العناصر مع بعضها ده Air 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 هي عبارة عن طريقة ترتبط بها الزرات مع بعضها طب الروابط دي لها أنواع اه ايه أنواع الروابط الكيميائية اللي موجودة عندنا الروابط الكيميائية أنواحها عندنا نوعين في عندنا النوع الأولاني هي الرابطة الآيونية والنوع الثاني هي الرابطة التساهمية يبني عندي نوعين من الروابط الكيميائية يا إما رابطة آيونية يا إما رابطة تساهمية النهاردة هنتكلم عن النوع الأول اللي هي الرابطة الآيونية ما هي الرابطة الايونية هي رابطة كيميائية تنشأ نتيجة التجاذب الكهربي او الالكتروستاتيكي بين الايون الموجب للفلز والايون السالب لللا فلز يبقى شرط حدوث الربطة الايونية ان يكون فيها عنصرين مختلفين احدهما فلز والاخر يكون ماله لا فلز هنا بقى نبدأ نفكر مع بعض طب ليش معنى فلز ولا فلز عشان هنا هيبقى فيه عندي عنصر هيميل الى فقد الالكترونات وعندي عنصر اخر هيميل الى اكتساب الالكترونات وحنا قلنا ان اللي بيميل الى فقد الالكترونات بيصبح ايون موجب واللي بيميل الى اكتساب الالكترونات بيصبح ايون سالب اصبح عندي شحنات كهربية هنا مختلفة شحنة موجبة وشحنة سالبة فهيحدث بينهم تجاذب قهربي يبقى عشان كده ما جئنا عرفنا الرابطة الايونية مرة تانية قلنا هي ربطة كيميائية تنشئ نتيجة التجاذب الكهربي او الالكترو الساتيكي بين الايون الموجب للفلز والايون السالب لللا فلز بناء على كده الربطة الايونية ايه مراحل تكوينها بتتكون ازاي الربطة الايونية بتتكون على ثلاث مراحل او ثلاث خطوات نمرة واحد عندنا تكوين الايون الموجب الفلز بيفقد الالكترونيات اللي موجودة في المستوى الخارج ليه عشان يستقر فبالتالي يتحول لايون موجب عشان يبقى المستوى الخارجي بتاعه مكتمل يبقى الخطوة الاولانية الفلز يميل الى فقد الالكترونيات اللي في المستوى الخارجي فيتحول لايون موجب الخطوة التانية ان اللي بيحصل ان اللا فلز يبدأ يكتسب الالكترونيات اللي فقدها الفلز يعني الفلز بيفقد اللا فلز ماله بيكتسب طب لما بيكتسب بيصبح ايه بيصبح ايون سالب حشان بيستوى الطاقة الاخاريجي له اصبح في الحالة دي ماله مكتمل يبقى عند الخطوة الاولانية الفلز بيفقد ويبقى ايون موجب الخطوة التانية الفلز بيكتسب ويبقى ايون سالب الخطوة التالتة بقى اللي بتحصل هنا اللي هو ارتباط الايون الموجب مع الايون السالب فتنشئ الربطة نتيجة التجازب بين الايون الموجب وبين الايون السالب ليه؟ علل لاختلاف الشحنة القهربية بينهم عندك شحنة موجبة وعندك شحنة سالبة هنا حصل عملية اختلاف فيحصل عملية تجازل كلام ده يبن معنا كويس قوي عن طريق الأمثلة مثلا أول مثال عندنا مهم جدا نخلي بنا منه هو ارتباط الصوديوم مع الكولور لتكوين مركب كولوريد الصوديوم الصوديوم عدد الزري قدد الصوديوم إيه عدد الزري 11 والكتلي 23 لما نجي نبص لزارة الصوديوم هنجد أن زارة الصوديوم النواة بتاعتها فيها 11 بروتون موجب فيها 12 نايترون متعادل نوزع 2 8 1 هدي زارة الصوديوم هتتفعل زارة الصوديوم مع مين مع زارة الكولور الكولور اللي هو 17 35 نوزع الكولور يبقى النواة فيها 17 بروتون موجب فيها 18 نايترون نوزع بقى السبعتاشر 2 8 7 طيب نبص كده مع بعض بقى زارة الصوديوم دي زارة فلز طب ليه عرفت أنها فلز لأن مستوى الطاقة الأخير يحتوي على إلكترون واحد أهو طيب زارة الكولور هي زارة لافلز عرفت من أنها لافلز أن مستوى الطاقة الأخير يحمل 7 إلكترونات طب ما زارة الصوديوم عايزة تستقر تفقد الإلكترون اللي عندها عشان تستقر زارة الكولور محتاجة تكتسب إلكترون برضو عشان تستقر لأن مستوى الطاقة الأخير لما بيتملك 8 إلكترونات يبقى في الحالة دي الزارة مكتملة تستقر يبقى إيه اللي حصل هنا اللي هيحصل هنا إن الإلكترون اللي موجود في زارة الصوديوم في المستوى الأخير حينتقل للمستوى الأخير لزارة الكولور أصبح في الحالة دي لو نبص ليه آيون الصوديوم أصبح النواة هي زي ما هي مجناش ناحيتها فيه 11 بروتون فيه 12 نايترون ودي المستوى الأول اللي فيه 2 إلكترون ودي المستوى الثاني اللي فيه 8 إلكترونات بس ليه؟ عشان هو وفقد الإلكترون اللي في المستوى الأخير ما بقاش فيه مستوى ثالث اتفقنا المرة اللي فاتت إن أنا بروح حطتها فقوس كده وحط عليه إشارة موجبة وده يبقى اسمه آيون صوديوم أحادي موجب آيون صوديوم أحادي موجب طيب نجي بقى لزارة الكلور هنجد إن زارة الكلور النواب بتاعتها هي برضو ما جناش ناحيتها اللي هي فيها 17 بروتون وفيها 18 نايترون أصبح المستوى الأول زي ما هو فيه 2 والمستوى الثاني زي ما هو فيه 8 التغيير عندي هنا بقى في المستوى الثالث هو كان فيه كم هنا؟ كان فيه 7 وخد إلكترون من الصوديوم أصبح فيه كم هنا؟ فيه 8 يبقى بالتالي عدد الإلكترونيات السالبة اللي هنا أصبح ما أكبر من عدد البروتونات الموجبة فيتحول لآيون سالب اتفقنا المرة اللي فاتت إن أنا بحطه في قوس خدة وحط عليه إشارة سالبة اسمه إيه؟ اسمه آيون كولور أحادي سالب أصبح عندي دلوقتي شحنة موجبة متمثلة في آيون السوديوم الموجبة اللي هو رمزه ببقى إن إيه؟ وعليه إشارة موجبة وعندي شحنة سالبة متمثلة في آيون الكلور السالب اللي هو رمزه سي إل وعليه شحنة سالبة يحدث التجازب بين الآيون الموجب وبين الآيون السالب التجازب ده هو ده الرطة الآيونية ليه؟ عشان يكون لي مركب في الاخر اللي هو مركب كولوريد السوديوم اللي هو هيبقى الرمز بتاعه N-A-C-L ادي المركب اللي انا عايز اكونه اهوه شفنا بقى الخطوات بتاعت الربطة الايونية يبقى مراحل تكوين الربطة الايونية نقولهم تاني كده نمرة واحد زرة الفلز اللي هو المسال عندي السوديوم ما لها تأمين الى فقد الالكترون فتتحول لايوم موجب نمرة اتنين زرة اللافلز تكتسب الالكترون اللي فقدوا الفلز ده هي تكتسبه وتتحول لايون سالب نمرة ثلاثة يحدث تجازب بين الايون الموجب وبين الايون السالب لتكوين المركب اللي هو كولوريد السوديوم يبقى دي الثلاث خطوات اللي هم مراحل تكوين الرابطة الايونية نقولهم تاني نمرة واحد مراحل تكوين الرابطة الايونية نمرة واحد زرة الفلز تفقد الالكترون الالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الخارجي فتصبح أيون موجب نمرة اتنين زررة اللا فيلز تكتسب الإلكترونات التي يفقدها الفلز فتتحول لأيون سالب نمرة تلاتة يحدث تجازب كهربي بين الأيون الموجب وبين الأيون السالب المثال اللي احنا خدنا دلوقتي بتاع كولوري دي الصوديوم الصوديوم فقد إلكترون والكلور اكتسب إلكترون يعني الفقد والاكتسب هنا إلكترون واحد طب شرطي بقى ده يفقد إلكترون وده يكتسب إلكترون لا طبعا ممكن يفقد اتنين ممكن يفقد تلاتة احنا اتفعنا للحلقة اللي فاتت ان الفلز هو بيبعى عنده في مستوى الطاقة الأخير يا إلكتروني يا تنين يا تلاتة هو بيميل لفقد الإلكترونية تمام وبالتالي طبعا نشوف المثال التاني اللي معنا اللي هو بيقول وضح طبعا بالرأس ارتباط الماغنسيوم مع الأكسوجين لتكوين مركب أكسيد الماغنسيوم يبقى أنا هنا هفاعل ايه هفاعل الماغنسيوم عنصر الماغنسيوم مع عنصر الأكسوجين عشان اكون مركب أكسيد الماغنسيوم طيب نبص كده بقى مع بعض الماغنسيوم رمزه مجين عدده الزر 12 عدده الكتلي 24 تمام كده لما اجا شوف زرة الماغنسيوم ادي النواة فيها 12 بروتون وفيها 12 نيترون 12 بـ 12 وعرفنا طبعا نيترونات بجيبها ازاي بطرح العدد الزر من العدد الكتلي نوزع مع بعض المستوى الاول هيبقى فيه 2 مستوى الثاني هيبقى فيه 8 مستوى الثالث هيبقى فيه 2 ادي زرة الماغنسيوم هيتفعل الماغنسيوم مع مين مع الاكسوجين الاكسوجين رمزه O عدد الزر 8 عدده الكتلي 16 نوزع الاكسوجين اهو زائد الاكسوجين ادي النواة النواة فيها 8 بروتون و8 نيترون نوزع التمانية بقى 2 6 ادي التوزيع الالكترون لما نبصل هنا نجد ايه نجد ان ده عنصر فلزي طب عرفت منين ان هو عنصر فلزي ان اخر مستوى فيه 2 الكترون حلقة اللي فاتت قلنا الفلزي يمتاز بانه مستوى الطاقة الاخير لو يحمل اقل من 4 الكترونات يعني يا 1 يا 2 يا 3 ادي 2 هو اللي يبقى ده نوع فلز تمام كده طب هنا ده لا فلز لان اللا فلزي بيمتاز في اخر مستوى بخمسة او 6 او 7 يبقى ايه ان ده نوعه لا فلز طيب هنا ده لما يفقد هيفقد كام عشان الزرها تستقر وانا تستقر يعني من الصور الاخير يبقى فيه 8 يبقى هيميل لفقد 2 الكترون طب ده عشان يكتسب هيكتسب كام عشان يستقر عايز يوصل ل8 يبقى هيكتسب 2 الكترون يبقى لتنين الكترون بتوع الماغنسيوم هيفقدهم وياخدهم الاكسوجين اصبح الوضع اللي عندي ايه بقى دلوقتي بتاعة الماغنسيوم اللي فيها 12 بروتون و12 نايترون ادي المستوى الاول اللي فيه 2 ادي المستوى التاني اللي فيه 8 بس طب والمستوى التالت خلاص ما وفقد الاتنين الكترون يبقى ازا بحطه في قوس كده زي ما احنا قلنا وحط عليه اشارتين موجبتين اعمل موجبتين او اعمل اتنين موجب ما تفرقش ويدي زرة الاكسوجين ادي النواة بتاع الاكسوجين اللي فيها 8 وفيها 8 المستوى الاول اتنين المستوى التاني اللي اصبح كام دلوقتي 8 يبقى عدد الالكترونات السالبة اللي برا اصبح اكتر يبقى بحطه في قوس بالشكل ده اهو وحط عليه اشارتين سالبتين طب ده اسمه ايه بقى نفتكر كده هنا الاول دي اسمه ايه زرة ماغنسيوم ليه زرة عشان متعدلة عدد الشحنات السالبة برا 12 والموجبة جوه 12 يبقى متعدل طب دي اسمه ايه زرة اكسوجين طب ليه زرة برضو عدد الشحنات الموجبة يسوي عدد الشحنات السالبة طب ده ايون ماغنسيوم سنائي موجب ايون ماغنسيوم سنائي موجب ده معنى انه فقد اتنين الكترون طب وده ايون اكسوجين سنائي سنائي والاكسوجين اصبح او عليه سالب اتنين يحدث تجازب بين الموجب وبين السالب فينشع عندي مركب اكسيد الماغنسيوم اللي هو الرمز بتاعه ام جي او ادي المركب اللي احنا عايزين نكونه عندنا يبقى المركب ده بتكون بربطة ايه ربطة ايونية الربطة اللي بينهم اسمها ربطة ايونية نشأت من اين الربطة الايونية من تجازب الايون الموجب مع الايون السالب عشان كده قلنا في تعريف الربطة الايونية ان الربطة الايونية هي رابطة تنشأ ما بين عنصرين احدهما فلز يميل الى فقد الالكترونات فيصبح ايون موجب والاخر لا فلز يميل الى اكتساب فيحدث تجازب الكتروستاتيكي او تجازب كهربي يقول عليه الكتروستاتيكي فيحدث تجازب كهربي بين الايونين بين الايون الموجب وبين الايون السلم هستنتج من الكلام اللي احنا قلناه دايه ان الربطة الايونية عشان الربطة دي تحصل يبقى انا عندي شرطة اساسي في الربطة الايونية ايه هي ان لازم يكون العنصرين اللي هيحصل بينهم الرابطة العنصرين دول لازم يكون احدهما فلز والاخر يكون لا فلز ده الشرط الاساسي بتاعها طب تنفع الرابطة ما بين اتنين فلز لا لان كده الاتنين هيفقدوا طب تنفع الرابطة ما بين اتنين لا فلز لا لان كده الاتنين هيكتسبوا يبقى ما ينفعش يبقى الفلز ايه اللي بيحصل له الفلز بيحصل ان هو بيفقد الالكترونات في المستوى الخارجي بيفقد الالكترونات اللي في المستوى الايه الخارجي والسبب هنا ايه عشان يكتمل ويصبح اكثر استقرار طب لما بيفقد الالكترونات بيصبح في الحالة دي يتحول في الحالة دي الايه بيبعبارة عن ايه لما يفقد يتحول الى ايون موجب واتفقنا الحلقة اللي فاتت انه هو بيبقى ايوم موجب نتيجة زيادة عدد الشحنات الموجبة اللي هي البروتونات عن عدد الالكترونات السالبة لانه هو فقط فقط ايه فقط الالكترونات لما يفقد الالكترونات يبقى عدد الالكترونات بيقل بينما عدد البروتونات بيبقى هو اللي زيادة يبقى الايوم الموجب لازم في الاخر يصبح ايوم موجب بعد عملية الفلزي لازم يبقى في الاخر ايوم موجب بعد عملية اللي ايه الفقد طب نيجي بقى للعنصر التاني اللي بيجراله يكتسب الالكترونات ليه لتكملة المستوى الخارج يبقى بيكتسب الالكترونات عشان يكمل المستوى الطاقة من هون الخارجي طب ولما هو بيكتسب ويكمل مستوى الطاقة الخارجي بيتحول في الحالة دي الايه يتحول في هذه الحالة الى ايون سالب يصبح في الحالة دي ايون ايه سالب يبقى اني عندي هنا ايون شحنته بتكون موجبة سواء بقى او حادية صناعية صلاسية مش هتفرق عندنا حسب الفقد والاكتساب واصبح عندي هنا ايون شحنته سالبة برضو سواء او حادية او صناعية او صلاسية بين الايون الموجب وبين الايون السالب يحدث ما يسمى بالتجاذب الكهرابي اللي احنا سميناه باسم الرابطة الايونية هو ده التجاذب الكهربي هي دي الرابطة الايونية اللي احنا بنتكلم في تكوينها وكيفية حدوثها ما بين العناصر يبقى الشرط الاساسي لحدوث الرابطة الايونية هنا ايه هو ان يكون عنصرين واحد فلز والتاني لا فلز ابقى فاهم فلز اه عشان مستوى الاخير في واحد او اتنين او تلاتة يعني هيفقل لا فلز يبقى مستوى الاخير في خمسة او ستة او سبعة فيميل الى الاكتساب فبالتالي بيتحول الايون سالب بقى عندي جزء يحمل شحنة كهربية موجبة وجزء يحمل شحنة كهربية سالبة تمام ترمى الشحنات مختلفة يحدث بينهم عملية ايه تجاذب هذا التجاذب بنسميه تجاذب كهربي الاكتروستاتيكي تمام كده اسمه تجاذب كهربي يبقى ايزا انا دلوقتي فكرت في طريق التكوين الرابطة الايونية بتتم الزي طب لما اجا اسألك انا بقى سؤال عشان نشوفك بقى فاهم كويس ويا بقى هقولك مثلا لا يمكن ان ينتج عن الربطة الايونية جزئات عناصر يعني الربطة الايونية مش ممكن ينتج عنها جزء عنصر معناها ايه ان لازم ينتج عنها جزء مركب طب ليه مش ممكن ينتج جزء عنصر نرجع بقى كده للفصل الدراسي الاول جزء العنصر هو الجزء اللي زراته من نوع واحد يعني لازم يكون الزرات الداخلة في تكوين الجزء من نفس ايه من نفس النوع يعني لو زراتين سوديوم يبلوتين زي بعض لو زراتين ماغنيسيوم زي بعض لو زراتين المونيوم يبلوتين زي بعض طب ازاي بلزراتين زي بعض من نفس النوع طب هي ديها تفقد و ديها تفقد يعني بمعنى اصح ديها تبقى يوم موجب و ديها تبقى يوم موجب هل هيحدث استجازب بين الموجب والموجب لا مش هيحدث استجازب يبقى اذا مش هيحصل ربطة ايونية يبقى اذا الربطة الايونية لا يمكن ان تحدث بين جزيئات ايه العناصر لا يمكن يبس سؤال بتاعنا بيقول لنا فكر ثم عجب ليه لا يمكن ان ينتج عن الرابطة الايونية جزيئات عناصر ليه مش ممكن ابدا ينتج عنها جزيئات عناصر الاجابة لانها تنشأ من التجاذب الكهربي لانصرين مختلفين تمام طبعا الانصرين دول زي ما احنا قلنا قبل كده من شوية احدهم ايه فلز والاخر ايه انا هاعرف الفلز من مستوى الطاقة الخارجي طبعا ممكن اعرف الفلز من الحلل الصلبة طبعا كده قلنا الفلزات كلها صلبة او اللا فلزات قد تكون صلبة او غازية يبقى ايزا ممكن اعرف طب لو انا ما سمعتش عنه اخر يعني الماغنيسيوم انت ما شفتهش يبقى بتعرفه من كنال التوزيع الالكتروني اللي هو اخر مستوى طاقة طيب ناخد سؤال اخير معنا برضو السؤال ده محتاج تفكير السؤال بيقول لي لا يمكن ان يتحد السوديوم والماغنيسيوم معا لتكوين مركب مش ممكن السوديوم والماغنيسيوم يتحد لتكوين مركب افتكر كده انا لسه قال السوديوم من شوية السوديوم 11 عدد الزري الماغنيسيوم 12 لما هوزع السوديوم هوزعه 2 8 1 الماغنيسيوم لما هوزع الاثناشر اتنين تمانية اتنين ده عنده كان في الاخر واحد يبقى هيميل الى الفقت ده عنده كان في الاخر اتنين يبقى برضه هيميل الى الفقت يعني ده هينتج منه ايه موجب طب وده هينتج منه ايه موجب هل ينفع ايوم موجب مع ايوم موجب لا يبقى ما تحصلش هنا ربطة ايونية ابدا تمام كده يبقى نرجع للسؤال تاني لا يمكن ان يتحد السوديوم مع الماغنيسيوم لتكوين مركب ليه ليه مش ممكن يتحده مع بعض الاجابة نشوف الاجابة بتاعتنا بتقول لان كلاهما في لز لان كلاهما في لز تميل زرته الى فقد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها اثناء التفاعل الكيميائي السؤال مرة تانية والاجابة لا يمكن ان يتحد السوديوم والماغنيسيوم معا لتكوين مركب ده السؤال ليه لان كلاهما في لز تميل زرته الى فقد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي ده هيفقد وده هيفقد اثناء التفاعل ايه الكيميائي وانحنا اتف mat ده هيفقد يبقى ايون موجب وده برضه هيفقد يبقى ايون موجب يبقى لا يمكن يحصل تجازب كهرابي بين الايون الموجب والايون الموجب التجازب الكهرابي لازم يتم بين الايون الموجب وبين الايون السالم يبقى في الحالة دي حصل عندي ربطة ايونية ده كان النوع الاول من الروابط الكيميائية اللي اسمها الربطة الايونية في الحالة اللي جاء ان شاء الله هنكمل النوع التاني وهي الربطة التساهمية أتمنى نكون فيه من الرابط الأولي يبدو رابطة سهلة إن شاء الله ونشوفكم على خير الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته